قدمت الجمعية العربية المتحدة للأداب والفنون بالتعاون مع مديرية الثقافة في حلب أمسية فنية قدمها كورال حلب الوطني على مسرح المركز الثقافي في العزيزية نعم هذه الأمسية هي الجمعية العربية المتحدة وقيمها بالتعاون مع مديرية الثقافة هنا البرنامج الثقافي الشامل والمتنوع الذي يقام بشكل سنوي للعام الخامس عشر على التوالي هذه الأمسية بالذات هي النتاج كورالنا كورال الجمعية كورال حلب الوطني وقد انتخب مدرب الكورال المسؤول الفني الأستاذ أحمد خياطة مجموعة من الشباب الذين نعدهم لأن يكونوا مشروع نجم مشروع خنان في المستقبل طبعا اليوم قدمنا موشحات لملحنين موجودين وعايشين معنا وعبين مدونها الأستاذ عبد المنعم أبو غالون موشح يا من سلوتا يا قاصيا مني قريب وقدمنا موشحين أيضا إضافيات معروفات بالإضافة إلى كل شاب حبينا نشوف إمكانياته بوصلات يعني طالما الحب موجود وطالما كل الموهوبين الآن كل الآن دارسي الموسيقى في عندهم حب وتمسك بهذا التراث فهذا التراث باقي والله هذا الشي نحن منعتز في تراثنا وهذا الشي كتير حلو ومتمنى دايما تتواصل هاي الفعاليات ويكون يعني أكبر عدد من الناس ونعرف تراثنا وأصلنا ونحن منعتز في دائما هالتنوع الفي والأغاني المتنوعة يعني مريحة للنفس وتعطي ثقة للإنسان مدربيني كويسوا عم يشتغلوا على حالهم في عنا مواهب كتير ومخباية حمد الله نحن عم نشوفهم ونعرفهم سماونا شي حلو كتير من الأصالة والتراث الحلبي الجميل جدا يعني اللي نحن نفتخر فيه الأغسية تضمنت تقديم مغشحات حلبية تعود للتراث العريق لحلب الشهباء والتي من شأنها تهذيب النفوس والتعريف بالماضي الجميل بطريقة فنية تصل إلى قلوب مستمعين